إذن عن تدعيات قصف الميليشيات الموالية لإيران قاعدة عين الأسد ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي سيادة العقيد مرحبا بكم يعني بداية كيف يمكن قراءة توقيت قصف الميليشيات الموالية لإيران قاعدة عين الأسد والتي كما تعرفون يعني تتمركز فيها قوات أمريكية حقيقة من ناحية التوقيت تأتي هذه الضربات في توقيت حقيقة نستطيع أن نقول يتضمن نقطتين أساسية النقطة الأولى بأنه يتزامن مع مقتل سليماني وأبو مهد المهندس التي جرت في العام الماضي في ثلاثة كانون أستاني وكذلك تأتي أيضا بالتزامن مع الاتفاق الذي أبرم بين حكومة المنطقة الخضراء ومعين القوات الأمريكية على أن يتم الانسحاب في نهاية عام 2021 وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك الآن إشكالية في هذا الموضوع الذي ترى الميليشيات بأنه لم تقوم القوات الأمريكية بالإلتزاماتها والانسحاب من العراق الاعتبار بأن القوات التي بقت في قاعدة عين الأسد وفي قاعدة الحرير في أربيل هذه القواعد العسكرية لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتواجد فيها بقوات قتالية والدليل على هذا بأنه عملية الإسقاط القوات العراقية غير قادرة على التعامل مع الأهداف الجوية الآن لضعف منظومة الدفاع الجوية التي يمتلكها العراق بعد عام 2003 لذلك نرى بأن الدفاع هو دفاع نستطيع أن نقول موقعي لهذه المناطق خاصة عين الأسد وقاعدة حرير فهذا يأتي ضمن الصراع الذي يدار ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه الميليشيات تنفذ الأوامر التي تصدر إليها من طهران سيادة العقيد إذا كانت الميليشيات تعرف جيدا أن تلك المسيرات التي تطلقها يعني يتم إسقاطها بكل الأحوال هل هناك رسالة معينة أرادتها الميليشيات من استهداف القاعدة بواسطة الطائرات مسيرة؟ نعم أكيد يعني هذه الضربات يعني لا يمكن لنا أن نتوقع بأن هذه الضربات ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية على الخروج من العراق ولا الضربات التي وجهتها إيران في العام الماضي كرد على مقتل سليماني وأبو مهد المهندس هذه الضربات كانت بعيدة عن القواعد الأمريكية ولم تؤدي إلى أي ختائر يعني جميع الضربات التي لنفذتها الميليشيات في الفترة الماضية لم تضمن إلى مقتل متعاقد واحد أحدهم في كاركوك والثاني في بغداد في أحد القواعد عندما كانت القوات الأمريكية تنتشر في الكثير من المناطق في العراق وبالتالي هذه الضربات هي ضربات عمثية لا قيمة لها على المستوى العسكري الستراتيجي ولكن هذه الضربات هي عبارة عن تبادل رسائل ما بين هذه الميليشيات أو ما بين إيران وما بين ملايات المتحدة الأمريكية المسألة الثانية هذه الضربات تعطي على نظرة على أن الوبع لن يستقر لن تكون هناك استقرار القوات الأمريكية وسوف تبقى تتعرض لمثل هذه الضربات التي تعطي بفقدان الأمن والاستقرار في القواعد الأمريكية أو في المناطق التي يتواجد فيها جنود الأمريكات سيادة العقيد إلى أي مدى ترون أن استمرار هذا القصف هو توجيه من قبل طهران توجيه للميليشيات الموالية لها من أجل خلط الأوراق في هذا الوقت الحساس الذي يعيشه العراق نعم الجميع يعرف بأن هذه الميليشيات شكلتها إيران ودربتها إيران وجهزتها بهذه الأسلحة يعني هذه الطائرات المسيرة والصواريخ الموجودة لدى الميليشيات لا تمتلكها الميليشيات وغير قاعدة على أن توجد قاعدة صناعية لكي تقوم بتصنيع مثل هذه الأسلحة وبالتالي جميع هذه الأسلحة هي أسلحة إيرانية وما يقوم به الحوثي الآن في اليمن وضرب السعودية أيضا هي بأسلحة إيرانية وفي الأسبوع الماضي تم القال قبض على سفينة كانت تحاول أن توصل بعض الأسلع المهربة من إيران إلى هذه الميليشيات لذا هذه الميليشيات تأتمر بإمرة إيران وتنفذ ما يملأ عليها من قبل إيران لن تقوم هذه الميليشيات بإذكاب مثل هذه الأعمال طالما أنها لديها من يقرر في مسألة المواجهة من عدمها لأنها تنظر إلى المصالح الاستراتيجية ليس لهذه الميليشيات وإنما لإيران والدليل على هذا بأنها نفذت كثير من الأعمال في الفترة الماضية تلبية لرغبة إيران يعني تواجد الآن الميليشيات العراقية في سوريا هو تنفيذ للرغبة الإيرانية وللأوامر الإيرانية وجود خبراء الآن في اليمن أيضا من حزب الله ومن الميليشيات العراقية هو يأتي ضمن التوجيهات الإيرانية لهذه الميليشيات فلن تخرج هذه الميليشيات عن التوجيهات الإيرانية خلال هذه الفترة الحرجة بالنسبة لإيران الآن في مسألة الملف النووي الإيراني وكذلك في مسألة الملف العراقي وخسران خسارة هذه الميليشيات للكثير من النفوذ السياسي في البرلمان العراقي القادم سيئة العقيد تعتقد أن هذه الاستهدافات تبقي وتمدد من الوجود الأمريكي العسكري في العراق بمعنى آخر هذه الهجمات تخدم الولايات المتحدة بالنتيجة تعتقد ذلك؟ نعم دعني أقول بداية بأن هؤلاء من جاء بهم إلى سدة الحكم في العراق هي الولايات المتحدة الأمريكية فلا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الآن أن تسلم البلد لهؤلاء وتسلم البلد إلى إيران وتخرج من المنطقة بعد أن قدمت خسائر كبيرة جدا وحسب تصريحات بعض المسؤولين الأمريكان يقولون بأننا دفعنا ثمنا باهظا في سبيل تثبيت الحكم الشيعي في العراق فلا يمكن لنا أن نخرج من العراق بهذه الطريقة وما جرى في أفغانستان هو درس بهذه الميليشيات وهو درس أيضا لإيران فلذلك أنا أعتقد بأن هذه الضربات لا قيمة لها على المستوى العسكري ولن تجبر الولايات المتحدة الأمريكية على الخروج لأنه ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية من خسائر كبيرة جدا في العراق طوال الفترة الماضية لم يجبرها على إنهاء نفوذها في هذا البلد لأنه هذه المنطقة تعتبر منطقة استراتيجية ومنطقة حيوية إضافة إلى هذا بأنه طالما بأنه لم يكن هناك أي اتفاق مع إيران لحد هذه اللحظة حسب التسريبات بالنسبة للملف النووي الإيراني فبقاء الولايات المتحدة في العراق هو ضروري جدا لإحكام السيطرة ولمحاصرة إيران خلال الفترة المقبلة إذا لم ترضخ إلى الشروط الأمريكية في مسألة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي شكرا جزيلا لكم